ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والذي توفي في منزله مساء الخميس عن عمر يناهز الخمسة وتسعين عاما ووقع يوم الجمعة الماضي ستيفن هاربر على كتاب التعازي وبإمكان الكنديين القيام بذلك من خلال التعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة الأليمة عبر الموقع الإلكتروني كوميموراسيون.جسي.سي.ا كما أن مراكز الواي ام سي اي في كندا ومنها الفروع الواقع على شريعي ستينلي وجادة هامتن في موريال ستفتح أبوابها للأشخاص الراغبين بالمشاركة في تقديم العزاء ومن ثم سيتم نقل كتب التعازي إلى أسرة منديلا في أفريقيا الجنوبية. في هذا السياق جرت أمس مسيرة في موريال تكريما لذكرى الراحل نيلسن منديلا. أصبحت الدول التالية البحرين الجزائر والعراق والتي تصنف بين الدول ذات الأداء المثير للجدل بشأن احترام حقوق الإنسان والتي شهدت على صراعات داخلية عنيفة في عداد الزبائن الجدد الذين يقومون بشراء الأسلحة والذخيرة المصنوعة في كندا. ففي أحدث البيانات التي جمعتها الحكومة الفيدرالية والتي حللتها وكالة الصحافة الكندية تبين أن مبيعات الأسلحة الكندية لهذه الدول قد ارتفعت بنسبة 100% بين عامي 2011 و2012. وخلال الفترة المذكورة ارتفعت صادرات الأسلحة الكندية بنسبة 98% إلى باكستان وبنسبة 93% إلى المكسيك وبنسبة 83% إلى مصر. وعلى الرغم من أن تجارة الأسلحة الكندية هي أمر مشروع أن معدد من المراقبين والخبراء يعتبرون أن ازدياد المبيعات يثير شخوكا حول مستوى تعهد السياسة الخارجية على احترام حقوق الإنسان واحترام النظام الرقابي للحكومة على قطاع تصدير الأسلحة. عاد ديمتري سوداس المدير السابق للاتصالات الخاصة برئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إلى صفوف المحافظين ليتسلم هذه المرة منصب المدير العام للحزب. ووافق المجلس الوطني للحزب على هذا القرار يوم الجمعة الماضي وقبل عدة أشهر فقط من الألعاب الأولمبية في سوتشي أعلن سوداس الأسبوع الماضي عن استقالته من اللجنة الأولمبية الكندية حيث كان يشغل منصب المدير التنفيذي للاتصالات منذ قرابة عامين. ويعتبر سوداس من الأشخاص الذين ساهموا في نقل حزب المحافظين من مقاعد المعارضة في أوتوى إلى الحكومة الأغلبية. وتأتي عملية استعادة سوداس للعمل إلى جانب الحكومة في الوقت الذي يستعد في حزب المحافظين لخوض حملة انتخابية جديدة خلال عام 2015 يأمل من خلالها بأن يتمكن من الحصول على ولاية جديدة. نعيد التذكير أن سوداس ترك منصبه في أوتوى عام 2011 وكان يعتبر بمثابة الرجل الذي يثق به هاربر في كيبك. يتوجه اليوم الناخبون في دائرتي أوترمون وفيو في مدينة موريال للمشاركة في الانتخابات الفرعية. ومن المرتكب أن يتمكن الزعيم الليبرالي فيليب كويار من الفوز في دائرة أوترمون دون أي مفاجأة مما سيمكنه من الدخول إلى الجمعية الوطنية. علما أن لا الحزب الكيبكي الحاكم ولا حزب التحالف من أجل مستقبل كيبكي قدم مرشحا عنهما في هذه الدائرة التي تعتبر بمثابة الحصن الليبرالي المنيع وذلك لإفساح المجال أمام كويار. نعيد التذكير أن الزعيم الليبرالي سبق وأعلن أنه يعتزم الترشح أثناء الانتخابات العامة المقبلة عن منصب نائب في دائرة روبيرفال حيث يقيم حاليا. ومقعد أوترمون أصبح شاغرا بعد أعلان وزير المالية السابق ريمون باشا عن انسحابه من المعترك السياسي بعد مرور عدة أشهر على الخسارة المريرة التي مني بها في السباق لزعامة الحزب الليبرالي في كيبكي حيث حل ثالثا بعد فيليب كويار وبيير مورو. من جهة أخرى فأن مقعد دائرة فيو أصبح شاغرا في أعقاب انسحاب النائب الليبرالي إمانويل ديبور للانتقال إلى الصحة السياسية الفيدرالية حيث انتخب مؤخرا عن دائرة بورسا خلفا لدوني كودير. ويتوجه في دائرة فيو المرشح عن الحزب الليبرالي دافيد أرتيل والذي يعتبر الأوفر حظا والمرشح عن الحزب الكيبكي تانيا لومبري والمرشح عن حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك الكاك جميلة لوبوف. في الخبر الأخير تم أمثل أحد تاتشين الباب المقدس الذي منحته حاضرة الفاتيكا إلى كددرائية نوتردام في مدينة كيبك للاحتفال بمرور ثلاثمائة وخمسين عاما على تأسيس أبرشية نوتردام. جرى الحفل بحضور وزير الثقافة والاتصالات في كيبك ماكا كوتو وسيصبح بإمكان الزوار العبور عبر الباب المقدس. اعتبارا من اليوم الاثنين الواقع في التاسع من كنون الأول ديسمبر 2013. ويعتبر الباب المقدس في كتدرائية نوتردام أول باب مقدس خارج أوروبا والسابع حول العالم. انتهى الموجز نلتقي مجددا على رأس الساحة.